اشتركوا في القناة رائس الوزراء يناقش مع منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في اليمن تحضيرات مؤتمر اعلان تعهدات الازمة الانسانية محافظ حضر موت يوجه بسرعة تجهيز قافلة اغاثة الى محافظة مأرب لدعم صمود ابنائها في مواجهة الماليشيات الحوثية الانقلابية كانت هذه ابرز العناوين واليكم التفاصيل اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهن اهل اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي اجرها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب سمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعبر رئيس الجمهورية عن تهنيه بنجاح العملية متامنيا لسمو ولي العهد موفور الصحة والسعادة ان يديم عليه نعمة الصحة والعافية مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف كما بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهني ام ماثلاء الولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب سمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هنأه فيها بمناسبة نجاح العملية الجراحية متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية اجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز لابطلع على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ماليشيات الحوثي في جبهات غرب مأرب والجوف وغيرها وطلع رئيس الوزراء على المعرويات العالية لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الرجال القبائل والشعب الياباني نحو استكمال انهاء الانقلاب ودحر الماليشيات الانقلابية العمليات الميدانية في مختلف الجبهات خاصة جبهات مأرب والجوف افشال الهجمات الانتحارية الحوثية المتكررة بما في ذلك نجوئها الى استهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية الطائرات المفخخة في انتهاك سافر لكل القوانين والاعراف الانسانية والدولية واكد رئيس الوزراء ان مأرب مثلما كسرت صلف الماليشيات الحوثية العنصرية المرتهنة لايران في عام 2015 كانت نقطة الانطلاق للتحرير والنصر فانها ستكون بوابة النصر الكبير لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب على كل شبر في اليمن ناقش رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع المنسق المقيم للانشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الانسانية الجديد للامم المتحدة لدى اليمن وليام ديفيد جريسلي اوجه التنسيق والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر لاعلان تعهدات حول الازمة الانسانية في اليمن في الاول من مارس القادم لدعم خطة الاستجابة الانسانية واهمية تغطية الفجوة التمويلية القائمة والرسائل المطلوب توجيهها لتحقيق اهداف المؤتمر وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين الحكومة والامم المتحدة في اعداد الخطة الانسانية ومجالات التدخل المختلفة اضافة الى الاوضاع الانسانية في مأرب على ضو التصعيد العسكري لماليشيات الحوث الانقلابية استهدافها المتكرر لمخيمات نازحين التدخلات الاممية المطلوبة واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تقديم كل اوجه الدعم اللازمة لانجاح اعماله والتسهيل القيام بمهامه لافتا الى حرص الحكومة على العمل مع الامم المتحدة في المسارين الاغاثي والترموية تعزيز فرص التعافي في مختلف القطاعات باعتبارها جوانب مهمة في الطريق الى السلام والاستقرار وتطرق الدكتور معين عبد الملك الى الاوضاع الانسانية الصعبة والمعقدة التي تعيشها اليمن جراء استمرار الحرب التي اشعلتها ماليشيات الحوث الانقلابية اهمية تعزيز الشراكة مع الامم المتحدة لتحقيق اكبر قدر من الكفاءة في الاستفادة من المساعدات الانسانية بدوره عبر المسؤول الاممي عن الاستعداد للعمل والشراكة مع الحكومة في كافة المجالات مؤكدا بان دعم الاقتصاد اليمني وبناء مؤسسات الدولة اولويات ملحة في المرحلة الراهنة رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الامن رقم 2564 والذي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة ادان الهجوم على مطار عدن الدولي والعدوان الحوثي على مأرب احمل ماليشي الحوثي مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان صافر واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولية للمساعدة في تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التي تشنها ماليشي الحوثي الارهابية بدعم واسناد ايرانية التي انتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت امن واستقرار المنطقة كما اكدت استمرار الحكومة في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب التحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن ترأس وزير المالية سالم بريك اجتماعا موسعا لمناقشة الوضع الراهل للمالية العامة واهم مؤشرات العام الماضي وجهود السابقة والحالية لتطوير المالية العامة والجهود الذاتية للوزارة والدعم الفني المطلوب من المانحين لتعزيز اداء الوزارة ومصلحتي الجمارك والضرائب والجهات التابعة لها وتطرق الاجتماع الى ابرز التحديات في البنية التحتية ونقص الكادر البشرية وضعف الخبرات الفنية وعدم توفر الانظمة وسيطرة الانقلابيين الحوثيين على معظم الارادات وتوقف انتاج النفط وعدم توريد المحافظات للارادات المحصلة جائحة كورونا وانتشار الاوبئة والفيضانات لما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاولوية التي شملت الانضباط المالي وكفاءة تخصيص الموارد وتنفيذ الموازنة والمساءلة والشفافية اضافة الى مناقشة خطط المرحلة القادمة لتفعيل قطاعات الوزارة ومصلحتي الجمارك والضرائب وتأهيل وبناء قدرات كوادرها اكد وزير المالية على اهمية وضرورة تكاتف الجهود الجميع تعزيز العمل المشترك والتحلي بروح المسؤولية خلال المرحلتين الحالية والقادمة للارتقاء بمستوى سير العمل والانشطة المختلفة ذات الصلاب السياسة المالية للدولة المضي قدما في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي وفقا للبرنامج العام للحكومة وجه محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثالية لواء روكين فرج سالمين البحسنين بتجهيز قافلة اغاثة الى محافظة مأرب وذلك امتثانا لنداء الواجب وتنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم ثمانية لسنة عشرين واحد وعشرين بشأن دعم صمود محافظة مأرب لمواجهة الماليشيات الحوثية الانقلابية دعم محافظ حضر موت الميسورين ورجال الخير والشخصيات الاجتماعية والعلماء والاحزاب والقوة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الى التفاعل ودعم صمود ابناء مأرب في الجبهات التي تسجل صمودا اسطوريا في وجه الهجوم البربري للماليشيات الحوثية الانقلابية رفع محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثالية لوارك فرج سرمين البحسن خالص العزة وصادق المواساة في وفاة مدير ادارة الثقافة بمديرية القطن نائف صالح الحدادي اتقدم المحافظ باصدق التعازي لأسرة وذوي الفقيد موشيدا بنشاطه في تفعيل الجانب الثقافي بمديرية القطن سائلنا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ايسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون اصدر محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس رئيس اللجنة الامنية بالعاصمة عددا من الاوامر النافذة قضت بوقف شامل لجميع اعمال البناء في اراضي ومساحات عدد من المناطق في عدن لمدة ثلاثة اشهر وشملت الاوامر التي يصدرها محافظ عدن مناطق جعولة والعباد وبير فضل وبئر احمد ومدينة الشعب وصلاح الدين ورئيس عمران وتضمنت الاوامر توجيه كافة الجهات ذات العلاقة بمختلف الاجهزة والوحدات الامنية ومديري عموم المديريات بالعمل على التطبيق الكامل للأوامر والتوجيهات الصريحة تحمل المسؤولية الكاملة ازا اي اعبال تنفذ في المناطق المذكورة خلال مدة ثلاثة اشهر دشن محافظ شبوى محمد صالح من عدو عمل منظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه من اربع ابار في حقل الشبيكة واعادة دفعها من خزان التجميع الى خزانات الاسالة لمدينة عتق وسمع المحافظ من عدو من مديري هيئة مياه الريف ومؤسسة المياه وصرف الصحي شرحا فنيا عن عمل المنظومة التي تحتوي على مئتين وخمسة وستين لوح شمسي التي تعتبر من اكبر منظومات الطاقة الشمسية في مشاريع المياه بالمحافظة اشهد المحافظ محمد بن عدو بالتدخلات النوعية لمنظمة الهجرة في المشروع الذي يمثل المصدر الرئيس لتغذية مدينة عتق بالمياه منوها بجودة مواصفاته الفنية وقدراته الانتاجية لافتا الى اهمية الاستفادة من الطاقة البديلة في تشغيل مشاريع مياه الشرب بالمحافظة افتتح محافظ المهر محمد علي ياسر مشروع اعادة تاهيل وصيانة طريق المدخل الشمالي لمدينة الغيظة برعاية فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة تضمل المشروع اعمال انشاء جسرين الاول بطول مئتي متر والثاني بطول مئة واثنين وثلاثين متر مع حمايات خرسانية اضافة الى انشاء حمايات خرسانية مسلحة جانبية في واديي الجزع ومشط للحفاظ على الطريق من الانجراف اثناء تدفق السيول عبر المحافظ بن ياسر على ساعدته بافتتاح مشروع المدخل الشمالي لمدينة الغيظة بعد عمليات اعادة التاهيل والصيانة بتكلفة اجمالية بلغت اثنين مليون ونصف دولار مبينا ان هذا المشروع يأتي في ظل الدعم فخامت الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة لمحافظة المهر لتطوير البنية التحتية اوضح ان المدخل الشمالي لمدينة الغيظة خط حيوي ربط الوطن والمحافظة بدول الخليج عبر سلطنة عمان عقدت هيئة رئاسة مؤتمر حضر موت الجامع اجتماع اللهب المكلة برئاسة وكيل اول محافظة حضر موت رئيس المؤتمر الشيخ عمر بن حبريش العلي واكد الشيخ بن حبريش اهمية الارتقاء بمختلف انشطة مؤتمر حضر موت الجامع تماشيا مع مستجدات اوضاع المرحلة الراهنة والاستحقاقات القادمة مشيرا الى ان ذلك يتطلب المزيد من توحيد الجهود وتعزيز التلاحم والالتفاف حول القضايا والمطالب العادلة والمشروعة التي تضمنتها مخرجات المؤتمر المتوافق عليها من قبل اطياف المجتمع الحضرمي القبالي والمدنية وقواه السياسية والاجتماعية استمعت هيئة الرئاسة من النائب الاول لرئيس المؤتمر الشيخ محمد عوض البسيري الى تقرير شامل تضمن نتائج اعمال اللجنة المكلفة بوضع التصورات والمقترحات للاعداد والتحضير للدورة الثانية وخلاصة مقترحاتها اقرى الاجتماع مواصلة التحضير للمؤتمر العام بما يواكب هذا الحدث الاستثنائي والتظاهر السياسية والتنظيمية الكبرى احتضنت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الزواج الجماعية الثاني لثمانية وخمسين عريسنا بتنظيم مؤسسة قبيلة آل كثيرة تفاصيل اوفى في سياق التقرير الاتي في ظل ظروف الحرب التي تعيشها بلادنا الا ان الخير في هذه الامة وداعميه في ازدياج وما اقامة مثل هذه الافراح ودعمها كلا بما تيسر في اوساط مجتمعنا الحضرمي ما هو الا دليل على ذلك ورسالة محبة وسلام يقدم ابناء حضرموت سلطة وشعبا شبابا وكهولا ان يكفي حربا ودعونا ننعم بالمحبة والسلام في حضرموت الخير والمحبة والسلام الكل يعرف ان الزواجات لها تكاليف كبيرة موجودة ولكن بهذه العراس اليماعية تقدم باقل التكاليف وتخفى الابع على الشباب القادمين على الزواج الرسالة الاخرى التي من خلال هذه المدينة بند السلام سيون ترفعها مستهل كثير بهذا المناسبة بهذا المناسبة والفعالية الكبيرة انها مناسبة لم تطلق فيها طلقة نار بهذا الزواج اليماعي فهذه رسالة يوديها لكل الزواج التي تقام في حضرموت عامة حاجة الشباب لمن يساعد ويقف معه في تيسير الزواج والذي يواجه بعض العقابات التي تقف عائقا أمام زواجه مثل غلاء المهور وتكاليف حفلة العرس ليلة الزواج وغلاء صلاة الأفراح وما يترتب على ذلك من ولاء محفلات تتواكب مع الزواج في المجتمع المحلي في ظرف لا يخفى على الجميع ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد وتكاليف للزواجات باهضة جدا فنحن بحمد الله عز وجل وتوفيقه نساهم في تيسير لهؤلاء الزواج أن يكملوا نصف دينهم وهذا فضل الله عز وجل علينا مؤسسة الكثير تحتفل اليوم بالتيسير أمور الزواج لـ 58 عريسا في مدينة سيئون فقد حرص على إقامة هذا الزواج الجماعي بشكل مميز يتناسب مع رغبة أبناء القبيلة في أن يشمل أكبر قدر ممكن من العرسان وتخفيف تكاليف ليلة الفرح بالإضافة لما يحصل من احتفاء على مستوى كبير للعرسان ويأتي هذا المشروع تجسيدا للأخوة وسدا للحاجة وتخفيفا لعباء المالية الكبيرة ونشر للفضيلة بين أوساط المجتمع من هنا طبعا جاءت الفكرة لهذا المشروع وأخذت المؤسسة على عاتقها قامت هذا المشروع فللحمد لله تيسر لها الزواج الجماعي الأول قبل عامين الذي تم فيه تزويج 36 عريسا واليوم تقيم الزواج الجماعي الثاني لـ 58 عريسا متمنين بإذن الله تعالى أن يستمر هذا المشروع لسنوات قادمة إن شاء الله إن الزواج الجماعي يختلف من حيث القبول الاجتماعي من منطقة لأخرى في المجتمع الحضرمي فبعض المناطق قبلته أضحت تفخر به وتتنافس في إقامته والبعض لا زال معتبرا ذلك تقليلا في الفرحة التي يجب أن يتسيد فيها العريس وهي لحبة العمر كما يقال افتتح وكيل أول وزارة تربية التعليم مدير مكتب تربية صاحل حضرموت جمال سالم عبدون بمعاية عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك معرض الوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية للفصل الدراسي الثاني بنات بروضة 30 من نوفمبر بالمكلة في نسخته العشرين وطف عبدون ومرافقه بأجنحة المعرض التسعة مستمعا إلى شرح عن ابتكارات الطالبات وتجاربهن التي بلغت 3500 عمل شمال الوسائل التعليمية والمختبرات والحاسوب والابتكارات والمجلات الحائطية والفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والأعمال اليدوية بمشاركة طالبات وزهرات مدارس التعليم الأساسي والثانوية المجمعات المسائية على مستوى المحافظة والمديريات ثانوية المكلة النموذجية ومدارس تعليم القرآن الكريم ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلة وعبر الوكيل عبدون ومرافقوه عن ارتياحهم لما شاهدوه من إبداعات مؤكدين أن هذا المعرض اختلف تماما عن غيره من المعارض السابقة من حيث التميز والإبداع والتألق والتنظيم ناقش المكتب التنفيذي بمدينة الشحر برئاسة مدير عام المديرية عادل أحمد بعكابة تقارير سير الدراسة والمؤشرات التعليمية بالمديرية وكذا نشاط مؤسسة فرع الكهرباء ومكتب الثقافة ودع بعكابة مدراء المكاتب إلى بذل مزيد من الجهود لرفع الآداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خرج المكتب بعدد من التوصيات والتكليفات منها تكليف المكاتب التوعوية بالمديرية بإقامة حملات توعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء وتجريب المخالفين إضافة إلى مطالبة المؤسسة العامة للكهرباء بتزويد المديرية بعدد من التجهيزات والمعدات التقنية تكليف الجهات المختصة بالرقابة على حفلات الأعراس ومراعاة الشروط والضوابط التي أقرتها الجهات البعرية حفاظا على السكينة العامة ومراعاة للذوق العام للمواطنين في المديرية تشهد مدن ساحل حضر موت أجواء صحوى بوجه العام مع سحب متفرقة ورياح هادئة سرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا معتدلة ليلا وفي أرياف الصاحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوى ورياح معتدلة سرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا معتدلة ليلا فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضر موتج وانصحوى بوجه عام مع عوالق ترابية ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة ليلا والآن إلى حالة التقص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلان تعهدات الازمة الانسانية محافظ حضر موت وجه بسرعة تجهيز قافلة اغاثة إلى محافظة مأرب لدعم صمود ابنائها في مواجهة الماليشيات الحوثية الانقلابية وبتذكير بالعنوير مشاهدين الكرام نصلوا اياكم إلى خطاب هذه النشرة حتى الملتقى دمتم في امان الله